خلينا أقول على الكلام اللي أتعليقاً بس سريعاً على الكلام اللي قاله أمير دلوقتي إنه في حالة زعل لا يتكلف الله نفساً إلا وسعها في المقام الأول والأخير إحنا عارفين طبعاً إنه إحنا متكلم عن نادي الأهلي أكبر نادي في مصر وأفريقيا وواحد من أكبر أنديت العالم بس في النهاية أنت بتلعب على بير ميونيخ يعني إمبارح الحقيقة لما نبص لقيمة فريق بير ميونيخ ونشوف مستوى لعيبته من أول حرص المرمى ناير بنكلم على مش بنكلم على عيبة سوبرستار إحنا بنكلم على أفضل عيبة في العالم بدون مبالغة من أول ناير لغاية ليفندوفسكي بنكلم على فريق إيدن هو يقابل عتاولة أوروبا ومش يكسبهم لا الحقيقة أنه يعني إحنا بنكلم على هزيمة صحيقة لفريق زي باشلونة بنكلم على هزيمة صحيقة لفريق زي تشيلسي الإنجليزي بنكلم على فريق متصدر بطولة في ألمانيا بنكلم على مستويات وأنا على فكر لما كنت بتكلم يعني دي دايما ميزة بتميز الكرة الألمانية عموما يعني يبار منك شفناه مبارح ويمكن ده أغلب تعليقات الجميعين نادي الألمانية بتقول ده الصحة أنا بتكلم الصحة لأنه حقيقة فيه فرق كبيرة جدا مش من ناحية المهرية ولا من ناحية روح البطولة لكن من ناحية اليقى البدنية وحضراتكم عارفين الماكينات الألمانية الصمعة المعروفة عن الفرق الألمانية وعلى المنتخب الألماني ده اللي احنا شفناه مبارح أنا بيتهيالي أنه أهم درس في كورة القدم عشان كده بقول للاعيبة النادي الأهلي اتفرجوا على الماتش ده مرة واثنين وثلاثة فكرة إيجاد الحلول أنا مبارح الحقيقة لما بلاقي لعيب من البايرن مع الكورة بيبقى قدامه حلول كتيرة جدا وسهلة جدا تخليه ما يفكرش وما يكتهدش وما يجدش أي صعوبة في أنه يباص لواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على العكس الصحيح لما الكورة كانت بتبقى مع حد من لعيبة النادي الأهلي كان بيجد صعوبة جدا في إيجاد المساندة المهارات التسليم والتسلم والتحرك فيه بدون كرة وعدم التقايد بالملاكس دي كانت السمة اللي واضحة جدا على لعب البايرن ميونيخ واللي خلى ناس كتيرة جدا تحس أن البايرن متفوق بشكل كبير جدا عن نادي الأهلي لكن في جميع الأحوال احنا قدمنا أداء رائع ومشرف في حدود الإمكانيات واعتقد أنه اللي بيعكس ده هو مدى رضا جمهين النادي الأهلي عن نتيجة المبارح